لا تخف لا تخف فالكلمة الأخيرة للرب أهلا أحباء المشاهدين في هذه الحلقة رح أتكلم عن هذا الموضوع حديثي اليوم مش عن موضوع الخوف كخوف أنواع الخوف من ناحية نفسية أو روحية أو المخاوف طبعا اللي بنمر فيها مخاوف طبيعية لكن أنا بتكلم عن الخوف كحالة عم بتمر فيها الناس في هذه الأيام الوضعية محرجة نوعا ما الناس عايش فيهم وفي قلق وكل يوم الأخبار مزعجة أكتر من اليوم اللي فات وعم نتغذى على الأخبار الصعبة والأخبار الغير مسرة مش اللي بتفرح وأخبار مزعجة كتير من حوالينا فاليوم أنا عاوز أشجع كل مشاهد أنه لا تخف الله حي الله موجود الكلمة الأخيرة للرب فهو ليس إله صامت وليس إله غايب عن مسرح التاريخ فهو حتى مكتوبة عنه في الكلمة أن شعور رؤوسنا مرقمة محصاة بيعرف دخولنا بيعرف خروجنا بيعرف ماضينا بيعرف قلوبنا بيعرف كل يعني بيعرف فكرنا بيعرف كل شيء عنا وهذا الشيء بيشجعنا والكتاب المقدس فيه مواعيد كثيرة ولسيما في هذا الموضوع موضوع لا تخف بتشوف عشرات لا بل مئات من الوعود الكتابية اللي بتتكلم عن أو بتشجعنا لا تخف لأن الله موجود الله حي الله يتواصل الله يتفاعل الله بهم أمرك بهم أمري والله بيهتم في احتياجات الناس فلكل شخص متمرمر أو شخص متذمر أو شخص يعني بتمر في ظروف صعبة وعندك تساؤلات وعم بتمر في حيري في كرب في ظروف صعبة هذه الحلقة إليك فأنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة ابقوا معي سأواصل حديث بعد هذا الفاصل